مرحبا حضراتكم من العاصمة الفرنسية باريس وتغطية لهذه الزيارة الهمة التي يجريها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمتين همتين قمة حول السودان ولدعم في هذه المرحلة الانتقالية المهمة في حياة الشعب السوداني بكل تأكيد والقمة الأخرى لدعم الاقتصادات الافريقية في ظل جائحة كورونا وكذلك القمة المرتقبة باكر ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الفرنسي إمانويل مكرون في الإليزي وعدد من اللقاءات الهمة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش الزيارة الحالية إلى باريس زيارة مهمة في توقيت دقيق لمصر ولفرنسا وللمنطقة العربية بكل تأكيد اسمحوا لي أن أرحب بمعالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية سارة السفير مساء الخير أهلا بحضرتك سارة السفير هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق وبالغ الأهمية سنأتي على علاقات المصرية الفرنسية ولكن أولا ما يجري في فلسطين والاعتداءات على غزة وعلى الفلسطينيين سواء في القدس أو في الضفة لعلها ستكون حضرة بقوة على أجندة السيد الرئيس الدبلو مصرية المصرية في باريس كيف ستكون غدا في الإليزي يعني طبعا القضية الفلسطينية هتكون من الموضوعات التي ستصدر المشاورات القائمة بين رئيسين خامة الرئيس عبد الفتاح السيزي وخامة الرئيس مكرون فيما بين الرئيسين تواصل وتنسيق مستمر سواء خلال اللقاءات التي جبعتهم سيارة الدولة الأخيرة للباريس ثم الاتصال الهاتفي المتواصل فيما بينهم من خلال الاهتمام المشترك بالقضايا سواء خادة الأقليمية والدولية تأكيد من القضايا الفلسطينية بالإضافة إلى قضايا الخاصة بالاستقرار في المنطقة الأوضاع في ليبيا، سوريا، في العراق، في اليابن كلها موضوعات هامة لها تأثيرها المباشر على ليس فقط استقرار المنطقة ولكن استقرار الأمن والسلم الدوليين القضايا الفلسطينية بتمر مرحلة حرجة نشهدها ليس فقط منذ اندلاع العمليات العسكرية ولكن منذ الأيام الآخر من رمضان والاعتداءات التي تمت على المصليين في المسجد الأقصى ومحاولات الاستحواز على المساكن الفلسطينية وتوسيع رقعة الاستيطان كل ذلك جعل الأمر محتقن وأدى إلى هذا التوتر واللجوء إلى أعبال العنف المتبادل وبالتأكيد أنه ما يتعرض له يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في غزة من استهداف من تعرض المدنيين من ردود فعل غير متوازنة ويترتب عليها ضحايا من المدنيين أمر كان واضح خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم وجود عدم اتياح وإدانة لمثل هذه التصرفات هل وجود الرئيس السيسي في فرنسا ووجود عدد من القادة والزعماء العرب والدوليين هل ستمصل فرصة لعقد ربما قمم سنائية أو ثلاثية فيما تعلق بفلسطين ده بالتأكيد هيكون هناك فرصة لمزيد من التشاور على مستوى الحضور للخدمتين وأيضا من خلال التشاور مع فرنسا وفرنسا لها دورها المركزي تجمعنا بها أيضا إطار ميونيخ مصر وفرنسا والأردن والمانيا كلها جهود تتضافر لاستعادة الاستقرار المطالبة بالوقف الفوري للأعمال العسكرية حفظا للدماء الأبرياء وتحقيق الاستقرار وإتاحة الفرصة لإطلاق المصاري السياسي هل نتوقع قمة مصرية فرنسية أردنية؟ هناك حديث في ترتيب ذلك الجانب الفرنسي هو الذي ينظم مثل هذا اللقاء ونترقب بالتوخيطات والإطارة الذي سوف يتم من خلاله أهل الولايات المتحدة قالت في مجلس الأمن اليوم بأنها لا تسعى لإصدار قرار حتى لا يفسد ذلك الجهود الدبلوماسية التي تبذل خلف السطار لإحلال أو لتحريك الموقف هل نحن نشارك ومصر تشارك في هذه الجهود التي تسميها أمريكا بخلف السطار؟ هي مصر ليست بخلف السطار مصر أعلنت منذ البداية بأنها على اتصال مباشر وعميق مع الطرفين مع إسرائيل مع السلطة الوطنية مع حماس لحتواء الأمر لاستعادة الاستقرار لإعفاء المدنيين الأبرياء من الأدرار وتعمل بإقناع الأطراف بضرورة وقف إطلاق النار فالمطالبة هي بوقف إطلاق النار المجلس الأمن له مسؤولية وفقا للمساخ الأمم المتحدة ونأمل أن يطلع بهذه المسؤولية وأن يوضح موقف ليس فيه لبس لتأكيدا لمقررات الشرعية الدولية تأكيدا ضرورة استئناف المصاري السياسي وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قام الدولات المستقلة على الأراضي المحتلة في 67 وأن تكون عاصمتها الخدس الشرقي باكر ستكون القمة المصرية الفرنسية في الإليزي بين رئيس السيسي ورئيس ماكرون برأي حضرتك أجندة القمة كيف سيكون وضع شرق المتوسط على هذه الأجندة وهل هناك اختلافات في المواقف بعد المستجدات الأخيرة في المنطقة يعني التنسيق والاهدمام والتوافق فيما بين مصر وفرنسا حول كثير من القضايا بما فيها القضية الفلسطينية بما فيها تحقيق الاستقرار في شرق المتوسط والعمل على تعزيز العلاقة الاقتصادية مصر شكلت بالتعاون مع شرقائها في شرق المتوسط منتدى غاز المتوسط وفرنسا أحد الأعضاء هناك قطر عديدة من التعاون الاقتصادي المصري الفرنسي على المستوى تعاون مع الشركات الفرنسية مجالة الاستثمار للشركات الفرنسية في مصر الإطار السياسي والاقتصادي والثقافي دائما يأخذ حيز من مشاورات الرئيسين ولكن طبعا القضايا الفلسطينية في هذه الأونة أيضا سوف يدخلون على قمة الأولويات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية الأخرى كما ذكرت ليبيا سوريا العراق اليمن والأوضاع بصفة عامة وطبعا مقاومة والتصدي للإرهاب والعمل على عدم انتشاره وتأثيره على دول الأفلاقية خاصة في السحل والصحر كيف كان اللقاء منذ قليل ما بين الرئيس السيسي ورئيس التنفيذي لشركة داسو المنتجة لرفان نبقى أيضا لقاء لتأكيد على العلاقات القائمة في بابين مصر والشركة وفرنسا فهي علاقة تعاون مثمرة للجانبين كيف استقبل السيد عبد الفتاح البورهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الموقف المصري والرئيس أثناء هذه المشاركة ولقاءه بمسائل أحد الرئيس حارس على أن يزور الرئيس بورهان في مقر إخامته والدافع الرئيسي لزيارة فرنسا كان للمشاركة في قمة دعم السودان العلاقات الخاصة التي تربط بين مصر والسودان منذ أن أطلقت فرنسا هذه المبادرة كان الرد والقبول المصري فوري لما نستشعره بأن هناك مصير واحد للشعبين المصري والسوداني علاقات تتسم بالقوة والمتانة وأيضا مرحلة هامة تمر بها السودان تستحق الشعب السوداني كل دعم من أشقائه وبالتالي كان لقاء الرئيس مع رئيس بورهان إيجابي تم خلاله التطرق إلى أولا تهنئة بإدارة المرحلة الانتقالية التأكيد على دعم مصر للسودان في كل المناحي والمبركة لما يصفر عنه القمة غدا من نتائج تكون في صالح الشعب السوداني بعد غد القمة المتعلقة بدعم اقتصادات إفريقيا في ظل الجائحة ما هي الأمور التي تؤكد عليها مصر في اللائحة التنفيذية أو ما سيخرج أو تخرج بالقمة من القرارات تكون هناك أليات وتوجه واضح فيما يتعلق بدعم شركائنا فرنسا وشركاء الدوليين الآخرين خاصة مجموعات الاقتصادية الفاعلة في دعمها للقارة الأفريقية والدول الأفريقية القارة الأفريقية كانت على أهبط الانطلاق خلال قدرتها سواء من حيث ثوادرها أو من حيث مواردها ولكن قاتت جائحة الكورونا لتضع تحديات عديدة أمامها هذه التحديات لابد من مواجهتها من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين مع المؤسسات الاقتصادية أن تكون هناك آليات واضحة أن تكون هناك التزامات أيضا واضحة ويتم تنفيذها في إطار زمني يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الشعوب الأفريقية سارة الوزير سامح شكري أنا بشكر رسياتك شكرا جزيلا وكل توفي شكرا جزيلا شكرا ترجمة نانسي قنقر